يواصل أبناء المجتمع البحراني تلقيهم التطايم المضاد لفيروس كورونا للمحافظة على صحة وأمن المجتمع واكتساب مناعة كافية للتصدي لفيروس كورونا وتخفيف شدة الأعراض الناتجة عن الفيروس ما يسهم في عودة الحياة لطبيعتها التفاصيل في سياق تقرير الزميل ضلال نايف وعي مجتمعي وثقة تؤيدها أفعال فها هنا يستمر توافد المواطنين والمقيمين على الحملة الوطنية للتطعيم يقينا منهم بأن السبيل الأمثل والمسؤولية الوطنية للمشاركة في الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة أنفسهم وعوائلهم ومحيطهم المجتمعي الحاصلون على التطعيم يتكلمون بلسان حال المجتمع مؤكدين أن عملية التحصين في قاية الأهمية حيث أن المناعة المجتمعية المكتسبة تسهم في تقليل نسب انتقال العدوى وبالتالي القضايا على الفيروس والسبيل الآخر الذي يتلازم مع عملية التحصين هو مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد تلقي التطعيم بما يسهم في الحصول على الوقاية من الإصابة بكوفيد-19 وأعراضه الشديدة فائدة التطعيم تكون حصانة لي أنا وحق الأهل وحق العيال وحق الناس الموجودين حواليني أنا على طول وهم تقوي المناعة عندي أنا ولو الله لا يقول أن أحكي أنا مصابة أنا كنت مخالطة الأعراضة تكون لو تصيدني الأعراضة تكون كل شيء قليلة اليوم يأخذ الدوز الثاني وشجع جميع المواطنين حتى المغيمين أن يأخذونا طبعاً هذه التطعيم يعتبر تحصين لي حق عائلتي حق المجتمع بعد أثبتت الدراسات المحلية في مملكة البحرين بأن التطعيمات المضادة لفيروس كورونا تقلل من نسبة نقل فيروس كورونا للآخرين مقارنة بغير المطعمين كما أنها تبطئ انتشار كوفيد-19 طبعاً في البداية اللقاح حصانة ضد كورونا وتعتبر مسؤولية وطنية اللقاح يساعد فريق البحرين واليوم أنا أبادر أخذ اللقاح للصحة العامة وسلامة أمن المجتمع ككل والتطعيم وقاية ويحافظ على جسمك ويحمي جسمك من الفيروسات اللي بتدخل فيها وكل ما يقل أشخاص والتجمعات بنحافظ وبنسرع في أن الحالات تقل أكثر وأكثر فننصح الجميع يعني عن تجمعات العائلية تكون كل عائلة وأسرة لوحدها في بيتهم ويقتصروا على التواصل على برامج التواصل الاجتماعي هذا وقد دعت وزارة الصحة لعدم الانتظار لحين توافر تطعيم شركة محددة وإنما أخذ المتوفر منها مؤكدة على أهمية أخذ التطعيم للجميع وضرورة المبادرة للتسجيل عبر تطبيق مجتمع واعي أو عن طريق موقع وزارة الصحة أو الاتصال على الرغم 444 حيث أن التطعيمات الموجودة حالياً توفر حائط صد منيع أمام السلالات الموجودة وتساعد جهاز المناعة في مهاجمة أجزاء مختلفة من الفيروس وجدلت وزارة الصحة التحذير من التهاون بالإجراءات الاحترازية بعد أخذ الجرعة الأولى من التطعيم أو حتى بعد استكمال الجرعتين لافتة إلى ضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها المساهمة في تلقيك التطعيم سيساهم في دعم كافة الجهود المبدولة للتصدي لجائحة كورونا وسيحافظ على صحة المجتمع بالإضافة إلى اكتساب مناعة مجتمعية كافية فالمسارعة لتلقي اللقاح سيحميك وسيحمي المجتمع ككل من انتشار الجائحة وسيوفر أيضا أقصى درجات الأمن الصحي طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين